أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في دورة القدرات للمحترفين والمحترفات مع الأستاذ زكي الشعلة بارك الله فيكم الآن ناخد في هذا القسم عن متباينة المثلث وعدنا المثلث الثلاثيني والستيني والتباديل والتوافق عادة في الأي مثلث إن قاعدة أن مجموع أي ضلعين في المثلث يكون أكبر من الظلع من الثالث يعني إذا جمعنا ألف وباء لازم يصيروا أكبر من جيم وجيم مع باء لازم يصيروا أكبر من ألف عادنا هذه القاعدة لاحظوا أن أي ضلع موجود يصير أكبر من طرحهم وأصغر من مين؟ من جمحهم ناخد مثال الآن قالينا مثلث طولة ضلعي خمسة وسبعة سانتي أوجد الفترة التي يوجد في الظلع الثالث مرة بسيط أناقص وأجمع مرة بسيط 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 أقول للثالث مثلا سين سين لازم يصير أكبر من طرحهم وأصغر من جمحهم نقول سبعة ناقص خمسة على طول سبعة ناقص خمسة وعدنا سبعة زائد خمسة سبعة ناقص خمسة كم الجواب؟ اثنين أصغر من سين أصغر من كم؟ من اثناث يعني العدد يقع بين اثنين واثناث يعني يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة يا إلى احد عشر زين؟ فإذا يصير الإجابة وصارت الإجابة؟ صارت يقع الظلع الثالث بين اثنين واثناث جميل يلا الثلاثين والستين عادة طول الظلع المقابل لزاوية ثلاثين يساوي نصف الوتر يعني نصف إلى الوتر يساوي نصف الوتر الظلع المقابل لزاوية ستين يساوي نصف الوتر مضروف في اثنين يعني نون على اثنين ضرب مية وثمانية ضرب كم؟ جدر ثلاثة عفوا نون على اثنين ضرب جدر ثلاثة هذا يقول الظلع المقابل لزاوية كم؟ ستين الآن ناخد مثال قالينا في هذا المثال عطاني طول الوتر ثمانية يعني الظلع المقابل لزاوية ثلاثين يساوي كم؟ أربعة والضلع المقابل لزاوية ستين يساوي كم؟ أربعة جدر ثلاثة يصير كده أربعة جدر ثلاثة لأن الذي يقابل زاوية ستين أكبر من الذي يقابل زاوية ثلاثة يلا ناخد المثال الثاني في الشكل أوجد محيط الدائرة علشان أوجد محيط الدائرة نجد أن قطر الدائرة حيث أن المثلة قائمة الزاوية محيطية مرسومة في نصف الدائرة فنقول إذن دائرة أو في نصف دائرة والمثلة ثلاثين ستين ويكون القطر عشرة يعني أعطاني هذا خمسة مادام أعطاني هذا خمسة إذن القطر يصير كم؟ عشرة لأن الذي يقابل زاوية ثلاثين يساوي خمسة أو نقدر حتى بنظرية فيتاغورس حسب نظرية فيتاغورس ممكن أيضا تقدروا تطلعوها هنا إذن طول القطر أعطانيها عشرة إذن المحيط اثنين طا نق مادام عندي نصف القطر الجواب يصير عشرة طا يلا هذه فكرة سريعة يعني ما هو المضروب؟ المضروب يعني ما مضروب الخمسة ما معنى مضروب الخمسة يعني تنازليا مضروبة إلى الواحد يعني مضروب الخمسة يعني خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب ثلين ضرب واحد وأطلع الجواب حتى بالآل حاسب تعرفوا لو قالنا مضروب الستة ماذا يساوي مضروب الستة نفس الشي تنازليا اروح اضرب ستة ضرب خمسة ضرب اربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد واطلع الجواب زين هذه معنية مضروب لو قالين ما هو مضروب الواحد مضروب الواحد كم يساو مضروب الواحد الجواب كم يساو واحد مضروب الصفر كم مضروب الصفر كم مضروب الصفر ايضا وكم واحد مضروب الصفر واحد ومضروب الواحد واحد زين يلا ناخد الحين كده اروح اكتبيها بالقاعدة بالرويش اقول اكتبيها بالصفر لا ما يطلع صفر بيطلع علينا واحد مضروب الصفر واحد سويا بالآلة إذا عندش آلة عندش آلة عندش آلة إذا عندش آلة جربي اكتبي صفر وبعدين اكتبي مضروب كم يطلع لش إذا سويت مضروب يطلع الجواب واحد يلا جربي طلع للصفر حط مضروب الصفر يطلع لش واحد لا تعرفي المضروب وش العلامة علامته مثل الآي كده علامته مثل الآي موجود هو في الزر أو في في أيقونة X-1 X-1 مضروب الصفر كده حطي كده مضروب الصفر بالآلة شكل صفر بعدين مضروب يطلع لش واحد سويته فلع لش واحد جميل عدد التباديل التباديل خمسة عناصر مأفودة من ثلاثة يعني خمسة تباديل ثلاثة يعني تنازلياً ثلاث مرات خمسة تباديل ثلاثة يعني تنازلياً كم مرات ثلاث مرات خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة إذن الجواب كم يصير يا أولاد يا بنات الجواب ستين حلو حلو يا حلو يلا اللي بعدها ما هو عدد التوافيق ثمانية عناصر مأخودة من ثلاثة يعني ما معنى ثمانية توافيق كاف ثمانية توافيق ثلاثة يعني تنازلياً ثلاث مرات ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة قسمة مضروبة ثلاثة ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد نختصر بيطلع لنا الجواب ثمانية ضرب سبعة الجواب ستة وخمسين فتكون الإجابة ستة وخمسين واضح جميل يلا بكم طريقة يستطيع أن يجلس هذه التبادل الدائرية يجي لكم في الاختبار ينتبهوا هذا القانون يجيب لكم في الاختبار يجيب لكم في القدرات يقول لنا انتبه انتبهوا يا أولاد يا بنات انتبهوا هذه يجي لكم في الاختبار عدد تبادل الأشخاص التي تجلس في طاولة مستديرة على شكل دائرة يقول لكم نقصها واحد ويجيب المضروب بكم طريقة يستطيع أن يجلس خمسة أشخاص على طاولة دائرية خمسة أروح نقص خمسة نقص واحد كم الجواب يصير أربع فإذا نكتب أربع ويش أربع مضروب نكتب أربع مضروب أربع مضروب يعني تنازليا إلى الواحد يعني معناها أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد وأطلع الجواب كم يصير إذن أربع وعشرين طريقة لأنه نقصنا لأنه على شكل دائرة خمسة ناقص واحد مضروب يساوي أربع مضروب واضح؟ إذن يصير لنا هذه الإجابة أربع وعشرين أحسنتم بارك الله فيكم نشوف الآن بعد الموضوع اللي بعده إذا هو بسيط نخليه في تسجيل واحد إذا هو يحتاج المختلف إذن نخليه في تسجيل مستقل بارك الله فيكم يعطيكم العافية والصحة والسلامة الله يسعدكم ووفقكم وتحققوا إن شاء الله ومنياتكم ويحفظكم ربي تقبلوا تحياته لو سالسك يا شعلا في أمان الله